تجداد في طرعان ينضم إلينا في بث حي ومباشر من هناك مراسل كناة هلا فتح الله مريح وإلى جانبه عضو مجلس محل طرعان إياد زرعيني مساء الخير فتح الله مساء النور زميلي شاكر يعني بالبداية هنا منذ لحظة دخولي إلى طرعان رأيت أن هناك أهالي طرعان يريدون أن يعودوا للنقطة الخضراء للون الأخضر يعني رأيت أن هناك التزام الشوارع هادئة كثيرا هناك التزام رأيت أن هناك الكثير من السكان يلتزمون بلبس الكمامة ويعني هناك نوع من الهدوء في القرية يعني على ما يبدو هذا يأتي جراء نشاط ربما أطلقته هنا المؤسسات المسؤولة والسلطة المحلية إلى جانبه عضو المجلس محل طرعان إياد زرعيني أبو حاتم إياد بداية 49 مصاب أنتم في النقطة الحمراء أخ إياد ما الذي تقومون به من أجل العودة إلى الألوان السابقة وعودة أعادة الحياة لمجرها أهلا وسهلا بك وجميع المشاهدين نعم لقد قمنا في مساعي كثيرة لتفادي هذه النقطة وأن نعود إلى النقطة الخضراء ومبادرة المجلس المحلي أيضاً والطاقم الطبي والجمهور بمساعدة كمان الجمهور والإخوة الكرام ما قصروا ما حدا قصر أنه هناك التزام هناك التزام وهذه مناشدة وطلب خاص للأهالي أنه نعود أن نجتهد وأن نعود إلى النقطة الخضراء حتى نستطيع فتح المدارس والمصالح والحركات التجارية والخدمة الصحية أن تكون جيدة في البلد ونتفادي كل هذه الأمراض لابد أن نعمل معاً ومع بعض حتى نعود إلى النقطة الخضراء وهذه مهمة أساسية ورئيسية ومسؤولية للجميع وأيضاً لأهل بلد الطيب يعني عملياً ذكرت أن تعود الحياة لمجرها تعود الطلاب للمدارس المصالح للتجارية للعمل كما يجب هل هناك توجيهات وجهتها للمواطنين خاصة أنكم ذكرت قبل قليل خلال محادثة معي أنك تريد رمضان أخضر لديكم ليس كرمضان صابي نعم لهذا السبب الرئيسي هناك إرشادات هناك توعية وهناك فعليات ومحاضرات ومنشورات نقوم بها كل يوم والأهم من هذا أنه المواطن بعدين منطلعوا على آخر المجريات يعني آخر الإجراءات أو آخر التطورات والمعلومات فإحنا زي ما أنا ذكرت وقلت بدنا الرمضان بدنا نروح على رمضان جديد رمضان فيه زيارات عائلية الجوامع المفتوحة الحركة التجارية تكون نشطة وتعود الأمور لمجريها وإن شاء الله رب العالمين الله كبير ومساعدة ربنا ومساعدة الجميع أن الأمور ترجع لمجريها وهذا هدفنا الأساسي والرئيسي من هذا الموضوع وإحنا كمان مرة من ناشد ومن طالب الأهالي إنهم يلتزموا بالتطعيمات إننا نحط على الموقع التاريخ والموعد لهذه التطعيمات في ناس قاعدة تقبل على التطعيمات أخ إياد نعم بالمدة الأخيرة إنبارح وأولة إنبارح حتى في الموقع المجلس المحلي في الموقع التواصل الاجتماعي كان هناك نشر وتوعية وكان هناك قبال تعرف أخ إياد إنه نسبة التطعيم بالمجتمع العربي كله 24% نسبة جدا منخفضة يعني أنت كعدو بلدية يعني عدو مجلس على من تعول ما الذي تريد أن تقوله في هذا يعني البلدات أنت أحد الأشخاص المسؤولين في سلطة محلية عربية الإشي الأساسي من هذا يعني أنا غير يعني مخول وغير يعني مختص أنا بهذه الأمور ولكن أنا في رأي الشخصي أنا بحكي لك من رأي الشخصي لازم يكون هناك توعية أكثر ولهذا السبب يعني أنا مؤخرا اختراحت على المجلس المحلي ومشكور كما للمجلس المحلي إنه مبادرة من الأطباء وكمان مشكورين الأطباء ومدراء العيادات اللي لبوا الطلب وأجوا وتبحثنا في هذا الموضوع في نشر التوعية تم دعوة أطباء البلد؟ نعم نعم تم دعوة أطباء مدراء العيادات نعم وتبحثنا في هذا الموضوع على زيادة الخدمة الصحية في البلد والتوعية وأن يكون هناك حتى اقتراحت كمان أخرى اقتراح إنه تكون الخدمة الصحية 24 سبعة أو الحد الأدنى إنه يكون توفير الخدمة الصحية في خارج الدوام يعني لما تكون العيادات مساكرة أن يكون فيه عيادة تعطي هذه الخدمات الصحية وأيضا كمان أنا كان فيه واحد كمان من اقتراحاتي واختراحات طبعا اقتراح الزملاء أن يكون هناك مجلس طبي استشاري مهني إداري إداري لتوفير الخدمة وتنشيط التوعية وتوفير التوعية لهاي البلد الأهالي حتى نتفادى هاي الأزمات وهاي الظواهر ونكون بأحسن حال وبأحسن صحة ودائما نحن نتمنى الصحة والسلامة والأمن والأمان والتطوير والتوعية لجميع أيضا كمان كمان الاختراحاتي أن يكون هناك موقع طبي يدعم هذه المنشورات ويدعم هذه الأفكار والتطوير حتى نرتقي في هذه الخدمة الصحية لهذا بلد الطير رسالة أخيرة أردت أن توجهها حصلت معك كذلك حادثة وأردت أن تتحدث عن الموضوع لمنص لك عبر قناة هلا شكرا لقناة هلا وشكرا لكم مسألة الطلاب العالقين في البلاد خاصة طلاب الطب لك أبناء اثنين كانوا عالقين طلاب طب نعم نعم أنا كأبو كمواطن أنا بطلع لنا إحنا كامل الحقوق أن أولادنا يطلعوا يتعلموا وهم مترايحين عالقين في البلاد وقرار سياسي هو قرار سياسي عنصري لازم يكون فيه توجيه لازم يكون فيه لجنة لجنة مكونة من أعضاء كنية ومن متخبي جمهور ومثلي جمهور حتى تفادي هذه الأزمات يعني يكون هناك عنوان نريد فقط أدنى الأمور أدنى الأمور أنه يصادقوا على إقلاع الطيارة بس مش أكثر من هيك مع أنه المسار كان طويل والتكلفة بغضا والعناء الطلاب من التحضير ومن الغربة ومن التعليم وأيضا من الانتحانات ومن الجمعات اللي بتسجيلهم غياب مع كل هذا العناء اللي تحملوا وكما للأهل اللي تحملتوا قرار أدنى 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 القرار أنه منعوا هاي الطيارة من الإقلاع شو السبب؟ شو السبب؟ هذا الولاد أو الطلاب اللي بدين يتعلموا ما هني بدين يجيبوا المرض ما هني جايين ما هني رايحين عشان يجيبوا المرض هني رايحين يتعلموا بالعكس إحنا نفتخر بالطلاب العلم إحنا بدنا بدنا نطور هاي الطلاب وبدنا نزيد من هاي الطلاب وإحنا بنفتخر نفتخر بهم وأنا بقول نفتخر بكم ونفتخر بكم نعم ونفتخر بكم وكلنا فخر لكل الطلاب لكل الطلاب العلم اللي بيجبونا العلم اللي بيجبونا التطور نعم احنا منقول احنا منقول لكم وشكرا واحنا معاكم وسوف ندعمكم واحنا ان شاء الله ربنا بسهلها وبيسرها وتطلعوا على تعليمكم رغم كل الاجراءات احنا منعرف ومنؤمن فرب العالمين انه بعد المحن في عنا المناح ان شاء الله رب العالمين راح تكون عندكم منحة تطلعوا بسلام وامان تتعلموا وترجعونا غنمين سلمين بجهادات ونجاح ان شاء الله شكرا لك عضو مجلس محل ترعان اياد زرعيني اي نعم لازم كمان يكون في عنوان لهيك طواهر وعنوان لهيك مشاكل انه احنا نتوجه لها انا بطلب مش بس احنا نبدأ ذم عضاء الكنيسة كل واحد شاركنا كل واحد كان كان له ايد ومساعدة في هذا الامر فهو كمان مشكور ولكن ما كانش كفاية انا بقول ما كانش كفاية لو كان في ضغط كفاية وكان هناك خطة مدروسة لتفادي هاي الازمة لكان الولاد اليوم في مجال تعليم كان اليوم في جمعاتهم للأسف الشديد ما كان هناك ضغوطات كفاية ولكن بعد وايضا للصحافة وهذه كلمة اخيرة لا اطيل بهذه المقابلة وايضا كمان للصحافة الصحافة ما كانت ما كان اقلت معنا هذا الموضوع في موقع بنت وقنات نعم نعم مشكورين انتم مشكورين ولكن هاي الصحافة ما ضغطت كمان كفاية ولكن اتخيل معي اخي العزيز لو كان هناك ضغط كبير في الاعلام ضغط كبير على الوزراء لكان هناك كان في نتيجة كان في نتيجة والنتيجة كان مغفرنا لحنا العناء اللي حنا عننا ولهذا لهذا السبب اطلب لا جمعة الجهة لا يوم اثنين لا يوم اثنين بالذات لا يوم اثنين وهذا هذا نداء لكل المسؤولين من اعضاء وغير اعضاء انهم يكونوا ايد وحدة ويتكاتفوا ينسوا الاحزاب ينسوا الامور السياسية احنا عندنا مصلحة واحدة اللي هي مصلحة الطلاب العلقين في البلاد يطلعوا لتعليمهم اما عن طريق المطار بن جريون او عن طريق الاردن وبارك الله فيكم وشكرا شكرا لك اياد زرعين بالفعل رسالتان وجههما اياد زرعين عدو مجلس محل طرعان هي لجمهور طرعان ان اذهبوا وتطعموا واعيدوا البلد لتكون خضراء لنستقبل رمضان رمضان اقدر نفتح مساجدنا رسالة اخرى وجهها كذلك لانقاذ الطلاب العالقين واعادتهم الى جامعاتهم في اوروبا وخارج البلاد من هنا من طرعان نعيد البث اشتركوا في القناة شكرا